السلام عليكم متتبعين الاوفية نتمنى ان شاء الله تكونوا بخير وعلى خير وانتو ما كتشوفوا هاد الفيديو ديالي ان شاء الله هاد الفيديو غديكون فيه معلومة مهمة على واحد تقنية جديدة او لا على واحد لماتياغ جديدة لدرجة دبال لكي نفسق وقلت علش الله ما نشاركاش معكم قبل ما نبدأ ان شاء الله الفيديو نبغي نقول لكم تضغطو على الزير مربع لكي ناسفل الفيديو باش ان شاء الله تبال لكم الصورة اوضح وتبال لكم الصورة كاملة قبل ما نبدأ نبغي نقول لناس جداد لكي يشوفوا قناتي بالصدفة مرحبا بكم وتوكلنا على الله وفي هذا الفيديو ان شاء الله غدي نهضروا على بديل الخشب بديل الخشب اللي هو واحد المادة اللي والتي موعتمدة مؤخرا يعني في الديكور في أي بلاصة في المنزل نقدرون استعملوها وبنت بكثرة في الدول الخليجية استعملوها بكثرة وكين حتى في المغرب كين الناس اللي كيعرفو كيعرفوه ولكن ما كيعرفوش واش كيتباع حتى في المغرب دونك هاد المادة هادي اللي بديل الخشب يعني بديل معنى ديالها من من السمية واحد لما تياغ اللي مخدومة بالPVC ولي كتشبه بززف بززف للخشب الطبيعي هاد المادة دولة مش استعمالة يعني بواحد شكل لي كتير كتير بززف علاش لأنه عنده واحد المميزات اللي في الصراحة مزيانة ابتداء من تمن ديالها هاد بديل الخشب بديل الخشب كيكون نقص من طبيعة الحال في التمن على الخشب الطبيعي كيف ما كتشوفوه هنا في الصورة بديل الخشب هو هادا كيف ما كتشوفوه الميزة الثانية اللي فيه هو أنه فيه ألوان اللي متعددة بزف بزف اللي نقدروا نلعبوه فيها بالديكور داخل البيت ديالنا هو هادا كيجي على شكل يعني بارات بحال هكا طوالين كيف ما قلت لكم علاش ولو كيتستعملوا بزف أولا كيعطي واحد المظهر اللي هو راقي بزف يعني في أي ديكور استعملناه في الدار فيه ألوان متعددة فيه واحد الميزة واحدة أخرى أنه ما كيجمعش الحشارات ماشي بحال الخشب الطبيعي وكذلك مضاد للرطوبة والحرارة وهاد شي كيسمح لنا أن نخدموه به يعني في أي بلاصة في المنزل ديالنا بالنسبة للتنظيف دياله فكيتنظف بشكل عادي عكس الخشب يعني كنتفادوا أن ما نوصلوا ليش لما الخشب بديل الخشب كنقدرون استعملوه يعني بطريقة عادية بحالة كنطفو الحائط يعني قدروا قاع نشفو نفزقو واحد واحد شيفون مسحو به ما كيوقع عليه حتى شي حاجة دونك هدا هو بديل الخشب في ألوان متعددة كما قلت لكم كيخدم لنا الدكور بواحد بواحد طريقة اللي كبيرة بزف نقدروا نستعملوه مثلا على شاشة يعني في خلفية شاشة التلفاز اللي كنشفو بزف جاو الناس كيصيبوا به هديك شاشة ديال التلفاز ولكن كيديروه مثلا بديل الرخام اللي حتى هو إن شاء الله غادي نحاول نهضر لكم عليه في شي فيديو آخر نقدرون نديروه مثلا بحال شي سيباغاسيون يعني لعدنا واحد المساحة اللي هي كبيرة مثلا مساحة كبيرة وكنبغون نفرقو نقدرون نديروه كسيباغاسيون بحال هاكدا باش نعزلوه بين واحد جوج ديال لازيس باس بشكل طولي الناس اللي غادي سولوني واش تثقف ممكن نديروه فممكن نديروه كنديروه بحال شكل أبياج يعني بحال بحال كن لبسو به هدا كثقف أو لا كن لبسو به الحيط كيف ما كتشوفوه هما هدا هو هدا بديل الخشب بالنسبة الناس اللي غادي سولوني على العبارة ديالو فالعبارة بالنسبة للطول فتيكون فكس يعني جوج مترو تسعين وبالنسبة للعرض فتنقدرون نخدوه احنا على العرض اللي بغينا بتداء من 16 سنتيم حتى العشرين سنتيم بالنسبة للبوروز ديالو يعني هذو كل داك الديزاين اللي طالع فتا هو تيكون بتداء من واحد سنتيم حتى الجوج فاصيلة 6 سنتيم دونك تاني ناخدوه على حسب حنا الدكور اللي بغينا نخدموه يعني شكل شكل واللون اللي بغينا كيفما كتشوفوا الصوار كيجي راقي وكيعتى واحد منظر اللي زوين هنا كيفما كتشوفوا هنا ره مديور مع بديل الرخام تولي ان شاء الله غادي نديلكم عليه واحد الفيديو كيعتى واحد لمنظهر راقي فصراحة زوين بالنسبة للناس اللي غادي سولوني على الطريقة ديال التركاب ديالو فتتكون ساهلة يعني اي واحد يقدر يركب هو بيديه يعني اهم حاجة ناخدوه العبارة يعني تكون مضبوطة مثلا ديال الحائط ديالنا وبالنسبة للبديل الخشب فكيتقطع يعني بطريقة عادية نقدروا حتى نقطعوه بالمنشار العادي ولا ديال الدو وبالنسبة للتلصق ديالو فتكون بسيليكون يعني اذاك الظهر ديالو كيبقات يتوزع عليه اذاك سيليكون بواحد طريقة متعرجة مع الدزاين ديالو وصافيه كيتلصق مباشرة على الحائط يعني ما كان خافوا عليه من حتى شي حاجة كيف ما قلت لكم كيتدر في المداخل ديال الاستقبال يعني مدخل ديال البيت او التي نقدرون استعملوها اي استعمال مثلا على الحائط بحال تلبيسي يعني بحال شكل ابياج كيتدر حتف غورة في النوم نقدرون ديرو في السجور نقدرون ديرو حتف بعض الامكينة في المطبخ كيزيدنا واحد الجمالية لديكور ديال منزيل ديالنا بالنسبة الناس اللي غادي يقولوا لي يا واش ممكن هاد بديل الخشب يعني نعوضوه ونصوبو به مثلا اه لكويزين ديالنا مثلا فعوض الامد ايف او لفعوض الخشب فما كيصلحش لهاد الاسميتو هو كيف ما شفتو راه كيجي على شكل بارات طوال كيجيب هادك الطريقة وكيكون عندو واحد الطول فيكس مع واحد العرض يعني اللي سبق لي واذكرتو لكم يعني كيجي غير لواحد الغاية ديال تزين فقط ما نقدروش نخدمو به مثلا نخدمو به كوزينة ولا نصيبو به شي حاجة اللي كبيرة اه وممكن ازينو به يعني اه نزينو به فقط نقدروا مثلا نلبسوا به مثلا الباب مثلا البيبان اه كينا طريقة حتى يا غادي تشوفو معايا في الصور اه هادوك ليبانو كنخدموهم مورا الباب كيجي الباب كلو بحل ملبس بهذا كبديل الخشب وبالنسبة الاتمينة فا اه هاد بديل الخشب يعني كيت تحسب تداء من 180 درهم حتى ال 300 درهم وعليش كيبقى هاد الاختلاف تيبقى على حسب اللون يعني كان الألوان اللي تتكون زيدة في الثامن وكل الألوان اللي تتكون رخيصة وعلى حسب كذلك ذاك الديزاين اللي تيكون ديال هذيك البارة ديال تباديل الخشب وبالنسبة للناس اللي غادي يكونوا مهتمين بشراء هاد المادة هذي بهاد باديل الخشب وكانوا بغاوا يوضفوه يعني في المنازل ديالهم فكيني شركات اللي هما ماشي كتر بزاف ولكن كينين في الدار البيضاء اللي نقدرون ديرو غشاق شهيرة كالسيوغ جوجل ورا غادي يعطيونا العنوين ديال الشركة لكيبيعوا هاد النوعية ديال باديل الخشب وكذلك حتى باديل الرخام نتمنى ان شاء الله الفيديو يكوننا لإعجاب ديالكم ونكون أعطتكم معلومات اللي تقدروا تسألوا عليها تكونوا لقيتوا جميع التساؤلات اللي عندكم في هاد الفيديو هذا نخليكم مع بعض الصور الفشوض ضفنا هاد باديل الخشب نتمنى يعجبوكم الناس اللي مازال ما اشتركوش نقولوه اشتركو في القناة ودعموني خليولي يا لي لايك ديالكم والتساؤلات ديالكم ونقول لكم سلامة حتى الفيديو أخا ان شاء الله اشتركو في القناة اشتركو في القناة اشتركو في القناة اشتركو في القناة اشتركو في القناة